خلينا نروح بقى دلوقتي للجنة العليا المنظمة لكاس العالم للجنباز القاهرة 2022 وده استكمالاً لسلسلة الصيحة الرياضية اللي احنا عملين كنا نتكلم عنها تتكلم برضو عن بطولات العالم المؤهلة للعنبيات باريس 2024 وكاس العالم للجنباز اللي هتستطيعه في مصر حيكون بمشاركة هنا كم دولة هو دي بقى الحاجات اللي تفرح برضو 284 لاعب ولاعبة بيمثلون 35 دولة حيقام في مجمع الصلاة المغطاة ده باستاذ القاهرة الدولي في الفترة من 17 ل21 مارس الجاري وحيشهد افتتاح البطولة الياباني كمان موري وانطعبي ده رئيس الاتحاد الدولي للجنباز وعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات القرية وحيشهد الصلاة المغطاة باستاذ القاهرة الدولي حالياً أو هو بيشهد حالياً يعني كريم التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة كاس العالم للجنباز ده بنتكلم هنا برضو رجال وسيدات يعني عشان حضراتكم برضو تبقى عارفين المستوى الكبير اللي احنا بنتكلم عليه فحاجة حلوة جداً حاجة مؤخراً بأننا نسمعها وبقيت عادي دلوقتي عارفتي تتكلم مصر بتستضيف حدث دولي أو محفل دولي عالمي يعني دول عديدة بتيجي بمئات اللاعبين عندك بالتغطية الصحفية المختلفة سواء محلياً أو عالمياً كل ده على فكرة بينصب برضو لصالح الدولة اللي انت بتنتمي ليها وقد ايه بيدي رسائل كويسة فبرضو ده شيء عتقم من الأخبار اللي فعلاً تدعو لي الفخر جداً انا بمبسل بحاجات دين تعفز ملف السياحة الرياضية انا بحب ملف السياحة عمتاً لكن دي حاجات بجد يعني ليها مؤشرات كويسة قوي فان شاء الله كمان تكون يعني زي ما يبتقل كده بطولة طليق باسم مصر تنظيمياً وحدث وكمان تغطية عالمية وبتمنى كمان تكون يعني فيها بقى إجابة وفية وشافية لكل شخص متشكك لأن احنا ععدنا لفترات مش قليلة من أعمارنا بتكلم على الأجيال الأكبر سنة نسبياً ما كانش عندنا القدر الكافي من الثقة في أن احنا عندنا كدولة قدر على تنظيم جيد لأي شيء عموماً يعني عموماً أنا بتكلم حضراتكم عموماً لا الحمد لله وباسم الله ما شاء الله في الكام سنة الأخارة دول لا شفنا أن في حاجات كثيرة جداً استجدد في هذا الإطار تأكد على أن احنا مش بس قدرين ده احنا قدرين على التنظيم وعلى إبهار العالم بحسن التنظيم ويمكن ده بيحصل في أوقات العالم كله بيكون أو أغلب الدول بتحاول بقدر مستطاع يتلغي يتأجل فعاليات ما كانت حتقام على أرضها ولكن طبعاً بالذات عشان موضوع فيروس كورونا ده خلى ناس كتير أو يتكنسل في الوقت اللي مصر كانت قادرة على تنظيم فعاليات مشرفة بالمعنى الحرفي للكلمة